موسيقى أصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدة الكرام على الهواء مباشرة في برنامج جلسة الأعمال وفيه آخر أخبار الاقتصاد القطري بالإضافة إلى آخر أخبار الشركات وبالتأكيد سنعرج على أداء البورصة القطرية نبدأ بالبورصة القطرية في آخر إغلاقاتها المؤشر العام الذي اختتم جلسة الأمس عند مستويات كما نتابع إياكم التسعة ألاف ثمانمائة واثنتين وثلاثين نقطة مع أحجام تداول وصلت إلى خمسة مليون خمسمائة وأحدة وتسعين ألف سهم مع قيم تداول سجلت حوالي مئة وثلاثة وثمانين مليون ريال بالانتقال إلى الشركات الأكثر ارتفاعا في جلسة الأمس كما نتابع إذن زاد القابضة عند مئة ريال مع حوالي أكثر من ثلاثة في المئة ارتفاعات قطر وعمان ستة ريالات وعشر دراهم مع ارتفاعات سجلت أيضا بحوالي واحد في المئة لدينا دلالة عند اثنين عشر ريال وواحد وثلاثين درهم مع حوالي تسعين من مئة في المئة ولدينا المجمع المناء عند ثمانية وخمسين ريال ونصف الريال مع تسجيلها أيضا ارتفاعات اقتربت من الواحد في المئة هذا آخر إغلاق طبعا نتحدث للبورسة القطرية ليوم الأمس نذهب إلى الشركات الأكثر من ناحية الانخفاض بنقطر الوطني ضغط بشكل كبير على المؤشر العام عند المئة واربعة وسبعين ريال ونسبة انخفاض اقتربت من ثلاثة في المئة الصناعات التحولية عند 42 ريال مع أيضا انخفاضات عند 12% 2% سجلت نسبة انخفاض في المجمع الخليج التكافلي مع تسعة ريالات وواحد وستين درهم وحوالي واحد وسبعة أعشر في المئة انخفاضات في فودافون عند ثمانية ريالات وخمسة وسبعين درهم نشوف الشركات الأكثر نشاطا في الجلسة فودافون كانت تداولتها عند مليون مائتين خمسة وثلاثين ألف سهم تم تداولها مع ثمانية ريالات خمسة وسبعين درهم البروة العقارية سبعة وثلاثين ريال مع ستمائة وأربعة وسبعين ألف سهم تم تداولها شركة البنك التجاري تسعة وثلاثين ريال مع أربعة وثمانية وأربعين ألف سهم نطلع وإياكم إذن مشاهدة الكرام أهم الأخبار الخاصة بالاقتصاد القطري إذن عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة وفخامة الرئيس الحسن وتارى رئيس جمهورية كوديفوار جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري في بداية الجلسة رحب السمو الأمير المفدة بفخامة الرئيس الإفواري والوفد المرافق له متمنيا لهم طيب الإقامة وأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز الصداقة وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات من جانبه شكر فخامة الرئيس سمو الأمير المفدة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة معربا عن سعادته بزيارة قطر للمرة الثانية ومشيدا في الوقت ذاته بتميز العلاقات علاقات التعاون الثنائي ومؤكدا تطلع فخامته لتنمية التعاون إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين وفي خلال الجلسة بحث سمو الأمير المفدة وفخامة الرئيس سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون لسيما في مجال الاستثمار والتعليم والبنية التحتية والزراعة وتناولت المباحثات أبرز القضايا على الساحتين الدولية وأيضا الإقليمية خاصة فيما يتعلق بتحقيق سبل الأمن والاستقرار في أفريقيا أيضا شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة وفخامة الرئيس الحسن وتارى رئيس جمهورية كورديفور بالديوان الأميري التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين شهد التوقيع على كل من اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كورديفور تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات واتفاقية أخرى في مجال التعليم العالي والبحث العلمي واتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة تهدف إلى تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي بما يحقق المصلحة المشتركة لكل البلدين واتفاقية أيضا بشأن تنظيم استخدام العمال الإيفوريين كما شهد سموه وفخامة الرئيس الإيفوري التوقيع على اتفاقية النقل البحري وعلى مذكر التفاهم للتعاون في المجال السياحي وفعاليات الأعمال السياحية أيضا من أخبارنا مشاهد الكرام أصدر حضرة صاحب السموه الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفد القانون رقم 14 للعام 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد وقد عرف القانون أو عرف السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة كما عرف المنشأ الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي وبموجب أحكام القانون ينشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من المنشآت الاقتصادية القطرية وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة المرخص لهم بممارسة المهن الحرة ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد يستخدمه في جميع التعاملات والأوراق المتعلقة بنشاطه وتحدد الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية دعا كل من وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل أيضا والشؤون الاجتماعية الشركات الخاصة وأصحاب العمل للإستعداد لبدء تطبيق تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم جاء ذلك في أثناء ورشة عمل ضمن سلسلة من الورش التوعوية ضمن سلسلة حول التعديلات الجديدة خاصة فيما يتعلق بإجراءات وضواب التحديد نسبة الخمسة في المائة من العاملين بشركات القطاع الخاص وتتطلب مغادرتهم البلاد الذين تطلب مغادرتهم البلاد موافقة مسبقة أو إذنا بالخروج أيضا مشاهدة الكرام من أخبارنا بالأمس بدأت أو انطلقت فعاليات الأسبوع القطرية الرابع لسلامة المرضى بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة كمبادرة وحملة تثقيف وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى هذه الفعالية ركزت أيضا على ما تبذله قطر في مجال القطاع الطبي تحديدا نتابع هذا التقرير ومن ثم لنا عودة ابقوا معنا لأهداف عديدة تعنى بالرعاية الصحية تتوصل فعالية الأسبوع القطري لسلامة المرضى للعام الرابع على التوالي حرصا من وزارة الصحة العامة على نشر ثقافة سلامة المرضى في مرافق الرعاية الصحية وجعلها هدفا أولويا تسعى من خلاله إلى تطوير الأنظمة والقوانين الضرورية لرفع مستوى خدماتها وخلق منتدى للتحاور بين المرضى ومقدم الرعاية الصحية نحن لا عرف أن مؤسسة الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية قاموا بخطوات كبيرة جدا في الشيء هذا وجميع قطاعات الدولة سواء القطاعات الحكومية أو الشبه حكومية وكذلك الخاصة من إدخال أنظمة طبية حديثة سواء كان في صرف الأدوية أو متابعة المرضى من ناحية أنظمة الطبية في إدخال المعلومات المرضى أو متابعتها من ناحية التصوير من ناحية الاتصال بالمرضى ومتابعة حالاتهم الاستمرارية في سلاة المرضى والجودة مهمة جدا حاليا السنة هذه تقريبا أكثر مؤسسات لتخدم الطب والمرضى وشاركين من جميع قطر والذات الرعاية الصحية وحمد وسدرة وأهلي عمادي والمسات الأصغر والمكتبة وغيرها وهذه مهمة جدا لأن ترويك أن الكل متفق على سلامة المرضى تحديات عديدة على هذا القطاع الاستراتيجي مواجهتها لتفعيل المبادرات الوطنية والإنجازات المحلية لتحسين سلامة المرضى واتباع نهج شامل في إدارة المخاطر الفعلية والمحتملة على سلامتهم مع وضع حلول فعالة وطويلة المدى لنظام الرعاية الصحية في قطر سلامة المرضى وجود أهم من أي شيء ثاني أو أهم من علاج المرضى لأن هذه فيها مصاريف كثير أو فيها كوست كثير وأعتقد المريض إذا دخل المستشوى يحتاج بالعناية ونحافظ على سلامته وفيه أشياء بسيطة ممكن نعملها مثلا من غير أي تكاليف ضافية مثل غسل اليدين هي لقايا لنقل الأمراض من بين المرضى إنجازات كبيرة حققها النظام الصحي في قطر بارتقائه خلال السنوات الأخيرة إلى مراكز متقدمة عالميا حيث احتل نظام الرعاية الصحية في الدولة المرتبة الثالثة عشرة عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط عام 2017 كما أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ترتكز على مبادئ عدة لمواجهة التحديات الصحية من خلال تبنيها ثلاثة أهداف تتمثل في تحقيق صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل من أخبارنا الهامة قبل قليل أيضا مشاهد الكرام أعلنت الخطوط الجوية القطرية وأصدرت تقريرها السنوي عن السنة المالية 2017-2018 التي شكلت أكثر الأعوام صعوبة وتحديا في تاريخ الناقلة أظهرت الناقلة القطرية من خلال نتائجها المالية قوتها ومتانت عملياتها وقدرتها على الصمود في وجه التحديات ونمت العائدات الكلية حسب الخطوط الجوية القطرية والدخل التشغيلي بنسبة فاقة السبعة وثلث في المائة على نحو سنوي فيما ازدادت نسبة النمو في المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر بنسبة حوالي عشرة في المائة وقد تسبب الحصار غير القانوني على دولة قطر منذ الخامس من شهر يونيو لعام 2017 بهذه النسبة المنخفضة من الإيرادات بشكل مباشر وتأثرت نسبة المقاعد المشغولة على الرحلات المغادرة بنسبة 19 في المائة وشهدت إيرادات الشحن الجوي نموا ملحوظا بنسبة حوالي 34% مقارنة بسعة الشحن التي نمت بنسبة اقتربت من 14 في المائة في هذه اللحظات مشاهدة الكرام تفتتح الجلسة في البورصة القطرية نتابع وإياكم وسنعود إلى خبر الخطوط الجوية القطرية إذن مؤشر البورصة القطرية في هذه اللحظات 9 942 نقطة كما نتابع نذهب إلى الشركات الأكثر ارتفاعا قبيل الدخول في أحجام التداول ما زال من المبكر الحديث عنها إذن هذه الشركات المرتفعة أزدان في الصدارة 10 ريالات 15 درهم مع نسبة ارتفاع وصلت إلى 18% الرعاية ثانيا مع 67 ريال 69 درهم ونسبة ارتفاع عند 73 من مائة في المائة فودافون ثالثا مع نسبة ارتفاع وصلت إلى أكثر من 57 من مائة في المائة مع 8 ريالات و80 درهم وناقلات 17 ريال 79 درهم بأكثر من نصف في المائة أكثر الشركات انخفاضا ذهب إلى مساعية شركتين فقط تنخفض 16 ريال خمس درائم 16 ريال خمس درائم وإدلالة عند 12 ريال و28 درهم ونسبة انخفاض 24 من مائة في المائة كما عودناكم نذهب مباشرة وإياكم إلى بورصة قطر ومعنا من هناك الدكتور عبدالله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار القابضة مرحبا بك دكتور صباح الخير كيف أولا ترصد توقعاتك بالنسبة لجلسة هذا اليوم الفترة الأخيرة خلال أيام الأخيرة كان هناك الحقيقة بعض التذببات بالنسبة للسوق العالمي وبعض السلع الحقيقة وفيه رجع لإحساس بالحرب التجارية لكن ما زال المؤشر خاص المؤشر البورصة القطرية الحقيقة متشبث بالعشر آلاف ومن المحتمل أنه يعاود الحقيقة لمحاولة تجاوز مستوى العشر آلاف جميل دكتور بالانتقال إلى نعلق قليلا على خبر الخطوط الجوية القطرية وما أعلن اليوم أصدرت تقريرها السنوي وكما تعلم بأنه العام الفين وسبعة عشر كان أكثر الأعوام يعني تأثير على نتائج الخطوط الجوية القطرية اليوم أعلنت نتائجها السنوية هناك ارتفاع واضح في الدخل التشغيلي نمى بنسبة سبعة وثلث في المئة ازدادت نسبة النمو في المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر بنسبة عند حوالي عشر في المئة نجحت الخطوط الجوية القطرية برأيك عبر الإجراءات التي قامت بها توسعات في المحطات الخارجية شراء طائرات جديدة لنقل المسافرين والاعتماد أيضا على خدمة الترانزيت استحواذات على أكثر من مطار على أكثر من شركة طيران عالمية نجحت فعلا في استيعاب هذا الحصار وتداعياته وبدأت تحقق من جديد أرباح الحقيقة واضح بالنسبة للاقتصاد الكلي القطري ومحاولة المساس بي واضح من خلال المؤشرات الداخلية الحقيقة أنه التجاوز هذا أيضا تم اختبار كل قطاع على حد الحقيقة بداية طبعا بالقطاع المالي القطاع الغذائي القطاع الضيافة أيضا وكان أهم الحقيقة مؤسسات القطرية التي تأثرت طبعا كان بسبب الحضر الخطوط القطرية قدرات الاقتصاد القطري وقدرات المؤسسات القطرية الحقيقة تضحت في المرحلة هذه أن كل المحاولات كل ما تم الحقيقة وضعه من أجل تأخير أو الحد من قدرات الاقتصاد القطري قطاع قطاع يبقى واضح أنه تعدى وقطاع قطاع الحقيقة واضح أنه تمكن من تجاوز الحصار بشكل إنجازات ومكتسبات اليوم القطرية من خلال المؤشرات من خلال أيضا المؤسسات العالمية إذا كان نياته إذا كان كثير من المؤسسات المتابعة لنشاطه كفاءة خطوط الطيران أو المطارات قطر الحقيقة كانت بالصدارة في معظمهم هذا على المستوى العالمي فكيف طبعا بالمستوى الإقليمي الخطوط القطرية اليوم واضح أيضا تضيف إضافة نوعية أخرى لإكمال الصورة الحقيقة بالنسبة لأن القطاع الاقتصاد القطري أصبح بعيد كل البعد وأصبحنا الحقيقة الآن نحسب التداعيات الإيجابية بالنسبة للاقتصاد لذلك الأرقام والمؤشرات الأخيرة بالنسبة لخطوط الطيران القطرية هي آخر الحقيقة هي تعتبر الكرزة على الكيكة مثل ما يقال واضح الحقيقة أنهت الحديث أنهت فترة الحديث أيضا عن الحصار بأرقام والحقيقة ومبادرات وقدرات وإمكانيات طبعا تدهش المتابعين في خاصة في ظل الحصار من قبل دول الحصار واضح أن الخطوط القطرية السطاعة الحقيقة أنها أيضا تحلق أعلى بكثير من أي تداعيات سلبية بالنسبة للحصار طيب يبقى معنا دكتور سأعود إليك مرة أخرى أحمد السيد أكبر الباكر رئيس تنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية قطرية قال بأنه لا شك بأنه العام الماضي كان عاما مليئا بالإضطرابات مع إعلان الحصار غير القانوني على دولة قطر ويسعدني أن أقول بأنه وبالفضل لرد الفعل السريع والتخطيط المناسب للتعامل مع الأزمة من قبل المجموعة وكان هناك العديد من الحلول تمت تقليل من آثار هذا الحصار وحققت الشركة أرباح كيف تعلق على هذه التصريحات؟ لا شك أنه العام الفائت كان عام تحدي كبير أمام الخطوط الجوية القطرية كان هناك إغلاق لعدة خلينا نقول وجهات موجودة حوالي 18 رحلة تم الغاءة بنفس الوقت كان هناك رد فعل سريع جدا ومهم من قبل الخطوط الجوية القطرية فتح حوالي 14 وجهة جديدة شراء حوالي 20 طائرة جديدة وبالتالي البحث عن خلينا نقول وجهات جديدة مصادر جديدة للإيرادات وحتى الشيء الإيجابي أنه يمكن ما تم إغلاقه كان وجهات قريبة نوعا ما بينما الخطوط التي تم فتحها بشكل عام هي خطوط شوي طويلة نوعا ما وبالتالي ممكن تكون الأسعار ساعدت بشكل كبير برفع الدخل بشكل عام أيضا هناك تحدي مهم كان خلال عام الفائت هو ارتفاع أسعار النفط وبالتالي نحن نعرف أنه شركات النقل بشكل عام من أهم المصاريف الموجودة لديها هي المحروقات وبالتالي أيضا كان هذا ضاغط على معظم خطوط الطيران بالعالم بما فيها كان القطرية بشكل عام الأداء الممتاز البحث عن رفاهية أكثر فتح وجهات جديدة طويلة وذات اتجاه واحد بشكل عام كان هذا كله عامل مهم جدا بزيادة الإيرادات الموجودة لهذه الشركة ووجود وفر بالتدفق المالي وبالتالي وجود أكثر من 13 مليار حسب القوائم المنشورة مشاهد كرام من أخبارنا أيضا بلغت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر أغسطس نحو تريليون 382 مليار ريال قطري مقارنة بإجمالي المسجل خلال شهر يوليو الماضي والذي يقدر بنحو تريليون و387 مليار مسجلة نسبة تغيير بلغت 36 من مئة في المئة وذلك وفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي أحمد كان هناك حوالي 925 ضمن هذا التقرير مليار و700 مليون ريال هي تسهيلات وكان فيها نمو أيضا بحوالي 14 في المئة مقارنة بالشهر الماضي يعني موجودات ومطلوبات البنوك يبدو أنه منذ يعني أنظر منذ بداية العام ونحن نحقق نمو في موجودات البنوك وهذا يدل على السياسة الاقتصادية والسياسة المالية الناجحة في هذا الأمر صحيح الشيء الإيجابي جدا والمهم بهذا الموضوع أنه عملية الإقراض وعملية الإداع هي صلب وأساس عمل البنوك وبالتالي هذا يؤثر بشكل مباشر على الأرباح التشغيلية ارتفاع الموجودات خلال هذه الفترة واضح من وجود فائد بميزان المدفوعات ارتفاع أسعار النفط سياسة حكيمة ورشيدة تم اتباعه من دول من ضمن دولة قطر خلال هذه الفترة والحكومة القطرية وبالتالي دعم المؤسسات الموجودة وإيجاد فوائد نقدية مما ساعد على وجود وفرة بالسيولة تم تجهيزها أو تم الاتجاه فيها إلى كثير من البنوك كموجودات موجودة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بنفس الوقت وجود فرص استثمارية مهمة تم فتحها اللي هي المصانع الجديدة والتشجيع المستثمرين خاصة الأجانب على الدخول لمرة أخرى للسوق القطري وإلى الاستثمار وإلى فتح مصانع وأفكار جديدة وتحويل الاقتصاد من اقتصاد مستهلك إلى اقتصاد منتج وجود حاجة إلى تمويل لهذه المشاريع الموجودة وأيضا كان سبب رئيسي بارتفاع القروض الموجودة هذا كله بشكل عام ساهم بدعم المؤسسات الموجودة على مستوى مؤسسات مالية والبنوك للنمو بأرباح التشغيلية وبأعمال التشغيلية إذا بنشوف معظم هذه البنوك خلال النصف الأول من العام إن لم يكن جميعها حققت نمو بالأرباح القطاع الأبرز بتحقيق أرباح حتى شهر ستة كان تقريبا القطاع البنكي بما يفوق العشرة بالمية نحقق نمو بالأرباح مقارنة مع النصف الأول من العام 2017 واللي هو نصف ما قبل فترة الحصار والأزمة الخليجية وبالتالي هناك نمو حقيقي بهذا العمل بالرغم من جميع الضغطات الموجودة مشاهد الكرام شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري أعلنت عن الانتهاء من تشريد المرحلة الأولى من مشروعها سيبر أتاكوي في إسطنبول تتضمن هذه المرحلة الأولى طبعا أربعة أبراج سكنية تحتضن 634 شقة سكنية تم تسليم جميع المشترين وحداتهم السكنية انتظمت أيضا الخدمات بشكل كامل لينبض المشروع مرة أخرى بالحيوية تعمل الديار على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تضم أربع أبراج سكنية وفندق من فئة خمس نجوم وأيضا حدائق متنوعة والمهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية قال بأن الشركة تفخر بهذا المشروع الرائد في إسطنبول والذي يجسد عمق العلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا مرة أخرى نعود إلى دكتور عبدالله الخاطر وسؤال الدكتور حول كما تعلم بأن هناك أكثر من سبب أثر على تحركات السيولة الساخنة السيولة الأجنبية وهي فاعلة في البورصة القطرية نتيجة بعض الأسباب والتداعيات العالمية على رأسها كما تعلم هناك تحوط من قبل المستثمرين الخارجيين بشأن الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين أيضا أعين المستثمرين على أسعار النفط من جهة ثانية فبالتالي تشاركني الرأي بأن هناك عملية ترقب للمحافظة الأجنبية للمستثمرين من خارج قطر في الدخول في هذا التوقيت أو الخروج منه؟ لا أعتقد أنه بالنسبة لمعظم المستثمرين معظم الصناديق العالمية اتخذت قرارها القطر الاقتصاد القطري عد كل الاختبارات الحقيقة على المستوى العالمي إذا كان 2008 على المستوى الإقليمي إذا كان 2016 وتراجع النفط وطبعا الاختبار الأخير وهو المحلي قطر تعدت الاختبارات هذه الحقيقة وهي اليوم ترجع تستثمر على المستوى العالمي من خلال طبعا ما كنا تابعناه خلال الحديث السابقة بالنسبة للمستثمر العالمي اليوم الحقيقة لم يعود هناك أي تساؤلات بالنسبة له إما بالنسبة للعوامل الداخلية في البورصة وهو كمؤشر التذبذب هو الأقل الآن بالنسبة حسب متابعتي هو الأقل تذبذبا بالنسبة للبورصات العالمية الحقيقة من توكيو إلى نيويورك أيضا بالنسبة للمردود على الاستثمار هو الأفضل بالنسبة للمردود على البورصة أيضا بشكل عالمي هو الأفضل بالنسبة للمنطقة أيضا والمخاطر اللي عادة ما يتم الحقيقة ربطها بالنسبة لأي استثمارات في المنطقة قطر استطاعت أنها الحقيقة تكون سمعة وصورة أمام العالم تطمئن أي مستثمر عالمي اليوم على أساس أن قطر لها منهج واضح لها أسلوب تعامل واضح لها أيضا مسارات واضحة إما على المستوى القوانين والنظم العالمية والمعايير العالمية أو أيضا على المستوى المالي أو المستوى الاقتصادي أنا أعتقد بالنسبة للمستثمر العالمي أي تردد قد تكون آليات داخل منظومة القرار داخل المؤسسات بسبب ما تفضلت في التذبذب على المستوى العالمي لكن كالحقيقة موقع للاستثمار اليوم قطر يعتبر من أفضل مواقع للاستثمار النموذجية بالنسبة لأي مستثمر وحسب قياساتنا لمناطق الاستثمار العالمية واضح أشكرك جزيل أشكر الدكتور عبدالله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار العالمية شكرا جزيلا لك دكتور مرحب التساؤل الأبرز يكاد يكون أحمد الآن لدى المستثمرين أدخل صغار المستثمرين هل هو الوقت المناسب للدخول ونحن على أعتاب يعني خلص نهاية العام حصاد العام التوزيعات ماذا ترجح؟ لا شك أنه دائما هناك فرص دخول بالبورصة بكل بورصات العالم لا شك بالبورصة القطرية بالتحديد ولكن من المهم جدا انتقاء الأسهم التي من المتوقع أن تحقق أرباح وارتفاعات للفترات القادمة ما هو الهدف من الدخول؟ هل هو دخول مضاربي؟ هناك بعض أسهم مضاربية هي عند قيعان ممكن أن تتحرك بأي لحظة وتحقق أرباح سريعة هل هو هدف استثماري؟ من المهم جدا البحث عن الشركات التي ما زال معدل العائد إلى السعر فيها عند مستويات منخفضة وبالتالي الدخول بهدف الحصول على الأرباح لا شك أنه دائما أفضل وقت للدخول على الشركات بهدف الحصول على الأرباح هو نهاية الربع الثالث هذه الفترة تتضح فيها معظم نتائج عمل الشركة ثلاثة أرباع العام تم الإعلان عنها وبالتالي الكثير يصبح قريب من توقعات قريبة من الحقيقة لما يمكن تحقيقه من أرباح وتوزيعات خلال الفترات القادمة وبالتالي لا شك أنه الوقت مناسب ولكن دائما نقول البحث عن الشركات ذات العائد إلى السعر المناسب البحث عن الشركات القوية وذات التوزيعات المجزية التي من المتوقع أن يكون إعلانها بالفترات القادمة إيجابي من أخبارنا أيضا مشاهدة الكرام أعلنت شركة حصاد عن إعادة تنظيم استراتيجيتها الخاصة بالاستثمارات الزراعية في أستراليا والوصول إلى اتفاق سيشهد انتقال استثمارات حصاد إلى محفظة شركة ميرا الزراعية يأتي هذا القرار متماشيا مع استراتيجية شركة حصاد المعدلة كما أنه يحقق أهداف الشركة التي تتمثل في القيام بتوسعات ضخمة في استثماراتها الزراعية لتكوين محفظة استثمارية أكبر وأكثر تنوعا في أستراليا بهذه المناسبة قال السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم دمج محفظة حصاد أستراليا مع محفظة ميرا الزراعية جيد هذا الاندماج لا شك دائما عمليات الاندماج خاصة إذا كانت عن طريق شركات كبرى مثل شركة حصاد أو غيرها من الشركات وأيضا لها علاقة بأمور مهمة جدا وحساسة مثل موضوع الأمن الغذائي وموضوع الأغذية نحن دائما نبحث عن هذه الاندماجات التي تزيد من قدرة هذه الشركات على الإنتاج وأيضا على تحقيق أهداف جديدة بمنظومة الأمن الغذائي دائما هذه العمليات جيدة خاصة نحن نعرف أن دولة إسبانيا إحدى الدول التي تملك خصوبة بالتربة وعند منتجات زراعية مهمة جدا وتعتبر الأولى على مستوى العالم سوريا أستراليا وبالتالي هناك العديد من الفرص يمكن تحقيقها من خلال هذا الاندماج أيضا مشاهدة الكلام دعت اللجنة التأسيسية لشركة أصحاب المزارع القطرية أصحاب دعت أصحاب المزارع إلى المسارعة في التسجيل من أجل استكمال بقية الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة المساهمة الخاصة لأصحاب المزارع القطرية وجاء بحث تأسيس الشركة عقب الاجتماع التأسيسي الذي عقده بعض أصحاب المزارع القطرية تهدف إلى بهدف طبعا وضع النواء الأولى لتأسيس شركة مساهمة قطرية مقفلة لهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة تهدف هذه الشركة إلى لم شمل المزارعين القطريين لتوفير منتجات مزارعهم بصورة دائمة وبجودة عالية وأسعار عادلة للمواطن والمقيم حيث ستقدم الشركة جميع أنواع الخدمات المتعلقة بالزراعة للمنتسبين إليها بما فيها تعبئة تغليف أيضا المنتجات وتسويقها وفقا للمعايير الدولية خبر مهم وشركة أيضا مهمة لرفض أيضا أحمد القطاع الزراعي تحت مظلة واحدة للمزارعين جميعا تبحث عن مصالحهم وتحقق أيضا أسعار عادلة للمستثمرين مهم جدا عملية تنظيم أي عملية تجارية وإنتاجية خاصة إذا كانت عملية إنتاجية هي مهمة جدا تصب في صالح المنتج والمستهلك ببعض الأحيان قد يكون الاتجاه كله إلى إنتاج سلعة معينة السوق بحاجة إلى بعد فترة بنشوف أنه من يقوم بزراعة هذه المنتجات يبدأ بخسارة الأموال لأنه صار في عرض أكثر من المطلوب أو عرض كبير بفترة واحدة تنظيم هذه العملية بيستفيد منه أيضا المنتج بخلق فرص جديدة بأخذ استشارات بالاستفادة من الكثير من الأمور خلينا نشوف أسعار النفط التي تراجعت في تعاملات هذا اليوم مع تصاعد النزاع التجاري ما بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف من تأثير ذلك على نمو الطلب العالمين كما نتابع وإياكم الأسعار النفط 77 دولار 59 سنت مع انخفاضات 59 من 100% لاحظنا بالأمس أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن فرض تعريفات جمهورية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار بدءا من الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول ما يثير مخاوف الأسواق من تراجع النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاديين على مستوى اقتصاديين على مستوى العالم ومن ثم انخفاض الطلب على النفط ما زال الرئيس الأمريكي يعني يؤثر بشكل كبير من خلال تصريحاته وإجراءاته أيضا لا شك ويتؤثر بالضرورة على أسواق الولايات المتحدة وبالتالي على العالم هو التأثير الأساسي على أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أسواق الصين بما أن هذه الأسواق هي مرتبطة بكل أسواق العالم بالتالي هناك تأثير غير مباشر على جميع الأسواق الموجودة بالعالم بكل الأحوال هي حرب تجارية بدأت تتضح بشكل كبير بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنا شفنا فرض رسوم جمهورية وعب نشوف ضغوطات كبيرة على مستوى البحث عن فرص عمل أعتقد أنه التأثير سيكون على المستهلك الأمريكي كبير خلال هذه الفترة وقد نشهد بعض التضخم بعض الارتفاع ببعض أسعار سلع بنفس الوقت التأثير على المنتجات الصينية أعتقد أنه سيكون أقل من المتوقع بالرغم من أن السوق الأمريكي هو سوق مهم ولكن أعتقد أنه التأثير على المستهلك الأمريكي الداخلي سيكون أكبر مما هو عليه بكل الأحوال لا شك أنه قد نشهد بأي لحظة رد من الصين على هذا الموضوع وفرض أيضا مزيد من الضرائب والرسوم على منتجات أمريكية ومثل ما حكينا التأثير على العملية الإنتاجية واضح وبالتالي التأثير على الطلب على أسعار النفط قد يؤثر بشكل كبير على هذا الموضوع مشاهداء الكرام هذه هي أداء للأسواق الخليجية إذن السوق السعودي 7609 نقاط كان فيه ارتفاعات بحوالي 2% دبي 2735 وأبوظبي 4379 ما الذي يجري في دبي أحمد؟ خفاضات متتالية على مدار أسابيع أربعة ماضية صحيح يعني ارتباط واضح بالأسواق الناشئة وضغطات كبيرة بسبب موضوع الهبوط لعب نشوفه بالأسواق الناشئة بكثير من العملات الأجنبية يعني دائما نحن نشوف أنه بورصة دبي تتأثر بشكل كبير وواضح مع العوامل الخارجية نشوف أيضا موضوع ببورصة قطر أقل جدا تأثرا بالرغم من أنه الاثنين عندهم لاعب أجنبي ولكن تبقى يمكن بورصة قطر فرصها الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر أشكرك جزيلا شكر أحمد عقل محلل الأسواق المالية شكرا جزيلا لك الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام شكرا لطيبي متابعتكم ونلقاكم غدا إن شاء الله في التاسع وعشرين دقيقة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة